مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله إليكم ملخص لأحوال الجوية المتوقعة تتأثر مملكة يوم الاثنين بامتدار لمنخفض جوي وكتلة هوائية باردة تؤدي إلى انقفاض درجات الحرارة وأيضا سقوط الأمطار بإذن الله خاصة في شمال ووسط المملكة والطقس سيصبح بارد في معظم مناطق المملكة يومي الاثنين والثلاثة مشاهدين فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن الجي الرؤية الحديثة مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي توضح مناطق الهطول نلاحظ أن المملكة ستتعرض لتأث أو ستتأثر بامتداد لمنخفة جوية وكتلة هوائية باردة وبالتالي تتكافي الغيوم وليلت الأحد على الاثنين وصباح يوم الاثنين بإذن الله تسقط زخات متفرقة من مطر في شمال المملكة تمتد تدريجيا لتشمل المناطق الوسطى وممكن بعض المناطق الموجودة شمال جنوب المملكة يعني في بعض المناطق الجنوبية وهذه الأجواء راح تكون أيضا باردة بشكل واضح وانخفاض ملموس على درجات الحرارة وهذا واضح من قراءة التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة ستتأثر بالكتلة الهوائية الباردة التي تندفع من وسط أوروبا وشرق أوروبا باتجاه شرق البحر المتوسط وباتجاه المملكة هذا اللون الأخضر يمثل الكتلة الهوائية الباردة التي ستؤثر على المملكة يومي الاثنين والثلاثة بإذن الله وتؤدي إلى انقفاض واضح على درجات الحرارة وبالتالي فالأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء باردة نسبيا الصورة المتوقعة 13 درجة مئوية والأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة يوم الأحد الأجواء مشمسة درجات الحرارة قريبة من معدلاتها بحدود 16-17 درجة في النهار لكن يوم الأحد بعد الظهور وبعد العصر والمساء وليلة الأحد على الاثنين وصباح الاثنين تنشط الرياح الجنوبية الغربية مع حبات قوية تكون مثيرة الغبار والأتربة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح نرجو من الجميع أخذ الحيط والحذر العظم المتوقعة الأحد زي ما حكينا 16-17 درجة يوم الأحد ليلا تتكاثر الغيوم خاصة بعد منتصف الليل وتسقط زخات متفرقة من مطر في شمال المملكة تمتد تدريجيا إلى المناطق الوسطى يوم الأثنين انخفاض واضح وكبير على درجات الحرارة أجواء باردة غائمة ماطرة زخات متفرقة من مطر خاصة في شمال ووسط المملكة وأيضا بعض المناطق الوسطى العظم المتوقعة 12 والصغرى 6 أجواء باردة بامتياز ويوم الثلاثة أيضا الأجواء باردة ودرجات الحرارة أقل من المعدل بشكل واضح الثلاثة أجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا وباردة الدرجات الحرارة أقل من المعدل العظمى بحدود 12 والصغرى 8 درجات مئوية أما الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المناطق المختلفة إربد 21-14 عجلون 20-12 جرش 20-14 المفرق أجواء مغضرة 20 إلى 10 درجات مئوية المنطقة الوسطى عمان 16-10 الزرقاء 18-10 مأدبة 19-11 البحر الميت 28-20 الزرقاء أجواء مغضرة 20 إلى 12 درجة مئوية والمنطقة الجنوبية أجواء مغضرة هناك احتمال لسقوط بعض الأمطار المتفرقة في منطقتين الطفيل والشوبك الكرك 19-11 الطفيل 19-10 الشوبك 16-8 العقبة 29-14 إمعان أجواء مغضرة 21 إلى 9 درجات مئوية والمنطقة الشرقية أجواء مغضرة بامتياز يتدنى مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح خاصة بعد ظهر يوم الأحد ومسائل الأحد وليلة الأحد على الاثنين وتصبح الرؤية سيئة جدا في هذه المناطق مناطق البادية سواء البادية الجنوبية الشرقية والبادية الشرقية من المملكة نرجو من جميع أخواننا السائقين أخذ الحيطة والحضر الأزرق العظمى 23 والصورة 12 الصفاو 22-9 ورويشة 23 إلى 7 درجات مئوية مشاهدينا شكرا للمتابعة نترككم في أمن الله ورعايته النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن LG الرؤية الحديثة مختبرات ميد لابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعود وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة